أياكم الله مشاهدين وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة والبداية بأهم وأبرز ما فيه غزة حرب الإبادة الجماعية وانقطاع اتصالها المقطوع أصلا عن العالم الاقتحام الجزئي لغزة اختبار الميدان مخيب للآمال الصهيونية ومراهنة بأرواح جنود الاحتلال اشتركوا في القناة اشوائية وسلوكيات عدوانية وحرب إبادة جماعية أنين جراح الأطفال وندب الأمهات حاضر في كل مكان وسط تجاهل دولي للمجازر الدموية التي ترتكبها إسرائيل وكان الإنسان يمكن أن تتجزى وفق الاعتبارات سياسية ومواقع جغرافية وفي ملفنا الثاني من الحصاد مشاهدين أيضا هذا الاقتحام الجزئي لغزة والذي يعد محاولة اختبار أولى لجيش الاحتلال في الميدان والذي جاءت نتاجه مخيبة للآمال فعلا على حدود القطاع تلقت إسرائيل صفعة قوية ودرس إضافي في هذه المواجهة علاوة على كونه فرصة جديدة لمحاسبة الكيان الصهيوني على جرائمه التي ارتكبها ودرءا للهزيمة المدوية التي تلقاها تراجع الاحتلال عن أهدافه الكبرى معطيا لها سمات العملية المتدحرجة أو المناورة التمهيدية المحدودة للتخلص من تراكمات الإخفاق الكبير الذي رافقته منذ انطلاق عمليات الطوفان أدى المشاهدين هذه ملفات حصادنا لهذه الليلة ونرجو أن تبقوا معنا وتنازل عن كل شعاراته التي كان يرفعها من مسألة حقوق إنسان ومسألة القانون الإنساني ووجدناه في بلدان أخرى يقيم الدنيا ولا يقعدها على امرأة عجوز مثلا أصابها صاروخ في بيتها امرأة واحدة مدنية كيف تضرب هذا كفر بحقوق الإنسان وبقانون السلم الإنساني واليوم تضرب مستشفى وقبلها بيوت وقبلها عمارات وقبلها ويقطع الكهرباء والوقود والماء والغذاء عن مليونين ونصف ولا تسمع خبر من أوروبا ولا من أمريكا ولا من بلجيكا ولا من فرنسا بل أكثر من هذا يؤيدون أين القيم؟ أين هذه الشعارات الطويلة العريضة؟ أين المحاكم الدولية؟ أين؟ عجب هنا أنا بشر وهنا بشر هذا إنسان وهذا إنسان ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا والحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيوفنا الكرام أضو شبكة الهدف للتحليل السياسي سيد حسين كناني أهلا بك وكذلك ترحب الباحث بالشأن السياسي السيدة مرة حداتا ضمن مباشرة أبرسكايب من فلسطين أهلا بكم سيدة مرة أبدأ معكم أستاذ حسين قطع الكيان الصهيوني لخدمة الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة وقبلها قتلوا العدد كبير جدا من الصحفين الفلسطينيين وعوائلهم كذلك هل الاحتلال راح يكمل مجازرة بحق الفلسطينيين في غزة براحته؟ بسم الله الرحمن الرحيم تحية طيبة لك ولمشاهديك الكرام ولضيوفك من فلسطين في نهاية المطاف ما زال الكيان الصهيوني يرتكب المزيد من الجرائم بحق أهالي غزة والشعب الفلسطيني بصورة عامة ومحاولة قطع الاتصالات وعزل غزة لعدة أهداف يحاول الكيان الصهيوني والجيش الصهيوني تحقيقه ابتداء هو يخشى الصورة ويخشى الجانب الإعلامي وأن تفضح جرائمه على أمام الرأي العام ومع أن الكثير من الدول داعمة ما زالت داعمة لهذا الكيان الصهيوني بجرائمه في نهاية المطاف الحرب أخرى يخشى الكيان الصهيوني دخولها وقطعاً لكل شاهد الجرائم التي ارتكبت بقتل النساء والأطفال جرائم بحق الإنسانية وتنتهك حقوق الإنسان ارتكبها الكيان الصهيوني بدعم أمريكي وغربي هو يحاول عندما يقوم بقطع الاتصالات أن يحجب هذه الصورة والحقيقة عن العالم حتى تكون لديه فرصة لمزيد من ارتكاب الجرائم بعد الجرائم التي ارتكبها خلال الفترة السابقة لكن العالم اليوم وكثير من شعوب العالم تعرف جيداً وانكشف لها جيداً حقيقة هذا الكيان والجرائم التي يرتكبها وما زال يرتكبها بغطاء أمريكي أيضاً هو يحاول أن يضيق على قطاع غزة كما فعل عندما قطع الماء والكهرباء هو يحاول أن يدفع الناس ومحاولة دفع والتضييق على أهالي غزة حتى تكون هناك هجرة قصرية إلى خارج غزة وهذا هدف هو لا يخفيه طبعاً هو منذ البداية كان الهدف من هذه العملية العسكرية هدف مزدوج الهدف المعلن هو التهجير القصري لأهالي غزة باتجاه السيناء وأيضاً هو لديه هدف آخر هو محاولة تحييط حماس لكن لا أعتقد أنه لديه القدرة يوم أمس كانت هناك هجوم بري هذا الهجوم البر استمر طوال الليل لكن اليوم في النهار انكشف الحجم الخسار التي تكبدها هذا الجيش المنهزم وبالتالي عندما قطع الاتصال أراد أن لا تكون هناك صور تكشف حقيقة الخسار هل يخشى أصلاً الكيان من هذه الصور إن وصلت إلى العالم خلينا ننتقل إلى سيدة مارا الاتصال أصلاً من كان موجود ارتكبت إسرائيل كل هذه المجازر وأكثر من سبعة آلاف شهيد من الفلسطينيين لكن شنفها أدت الاتصال هو من كان موجود أصلاً شنفها أدت الصور والمجازر وصلت بحذافيرها إلى العالم اللي كان يشاهد ولم يحرك ساكن بالبداية أصعد الله ومساءكم ومساء المشاهدين ومشاهدات الكرام وتحية لكم وضيوفك الكرام ولقناتكم الكريمة باعتقادي بالفعل الاحتلال الصوريوني قام بعدة جرام ضخمة بحق المدنيين الفلسطينيين الذين جلهم من الضحايا من النساء والأطفال حتى على مستوى أيضاً البنية التحتية يعني ما زالت حتى هذه اللحظة يستخدم آلة الإجرام الطيران الكربي بقصف المدنيين وأيضاً إلحاق أكبر عدد من الضرر سواء كان البنية التحتية المستشفيات حتى على مستوى استخدام كل أدوات التي لها علاقة في تدمير الواقع في قطاع غزة وتم التواصل قبل عدة ساعات مع بعض المواطنين رغم انقطاع الاتصالات والإنترنت ولكن تم التواصل مع المواطنين يقولون أن قطاع غزة يهتز من تحتهم الأرض تهتز هذا إشارة أن الاحتلال الصهيوني بالفعل كان قبل استخدم الصواريخ التي لها علاقة بالإبادة التماعية اليوم يستخدم الصواريخ التي لها علاقة بالفعل عملية تدمير ليس فقط من فوقها الأرض بمعنى المنازل والأبراج والشقق السكنية أيضاً لها علاقة باستخدام الصواريخ الارتدادية وقلال استخدام القنابل الإسفنجية والقنابل الارتدادية التي لها علاقة بتدمير حتى أسفل القطاع غزة بمعنى الأنفاق العسكرية التي يتواجد فيها الأدقامة الفلسطينية بأعتقاد أن الاحتلال الصهيوني بالفعل هو ليس فقط أنه هو يجرم هو بالفعل ويستخدم كل أدوات الإجرام وآلة الحرب الإجرامية بحق أدناء الشعب الفلسطيني بالفعل حتى هذه اللحظة صحيحة الأرقام يعني غير واضح تماماً لكن قبل عدة الساحات كان هناك الشهداء حتى هذه اللحظة هناك قرابة 7000 شهيد فلسطيني و750 أيضاً وهناك أيضاً من الجرحة وصلوا حتى هذه اللحظة 19000 وأيضاً من الجرحة الفلسطينيين وهذا الأرقام تتزايد رغم أن هناك انقطاع في واقع الاتصالات والإنترنت طبعاً هو يعني متعمد هذه قطع الاتصالات والإنترنت لها علاقة بعملية ارتكاب المجازر بشكل أطول دون أن يتم فضح هذا الاحتلال حتى وكان هناك في إنترنت أو اتصالات بالعكس يعني كل العالم يعلم تماماً بهذه المجازر لكن كما أشرت في بداية حديثك ما فائدة عملية إصال هذه الرسائل وإصال هذه الفيديو أمامها بالفعل أمام السكوت العالمي أمام ما يحدث من هذه الجرائم ولا يجب أنك من يحرك وساكناً للأسف أن المجتمع التولي يكيله بمكيالي ويستخدم إنسواجية المعايير وحتى هناك بعض وحتى هذه اللحظة لم تعطي أي إنجاز من الضغط على الأقل على واقع الجلالات المجازرية المساعدات. أسألتك يا شعب الفلسطيني. فقط مساعدات خليها تدخل. صحيح. بالفعل هناك علاقات قوية. ليس فقط التي طبعت مع إسرائيل. هناك بعض الدول العربية وبالتحديد دول الخليج العربي. لها علاقة قوية جدا مع الولايات المتحدة الأمريكية. والحل الوحيد في عملية الضغط على إسرائيلية فقط الولايات المتحدة الأمريكية. وهناك علاقات قوية وبالتحديد دول الخليج فيما يتعلق بالمفض والغاز والبترول. فبالتالي هناك ورقة اقتصادية يستطيع الدول الخليج أن يضغطوا على الكيان الصهيوني عن طريق الولايات المتحدة الأمريكية. على الأقل إن قد من إنقاذه. بمعنى على الأقل الواقع الإنساني. بإدخال المساعدات بشكل يومي. القطاع غزة يوميا بحاجة إلى 500 شاحنة. حتى هذه اللحظة خلال اليوم 22 يوما على واقع قطاع غزة من الآلام والتوارث الإنسانية والبيئية. لم يدخل سوى فقط قرابة 75 شاحنة. وهذه الشاحنة التي تدخل إلى قطاع غزة. هذه التي تتوفر إلى القلة القليل من الطعام والشراب. حتى الوقود والكهرباء تم قطعه كليا. بمعنى حتى هذه الوقود لا يدخل إلى قطاع غزة. نظرا أن واقع الإسرائيلي يدخل في قوله. سيد حسين. هذا القصف العشوائي للمدنيين. هذا العدد المهول من الضحايا والشهداء ونساء وأطفال يمكن أكثرهم. لكن أيضا أكب المقابل بعض الجهود من أجل إيجاد تسوية أو هدنة أو أي جهود إنسانية. هذا القصف العشوائي بهذه الطريقة. هذه الجرائم الإبادة. ما راح تقوض كل جهود سياسية ترميلي. فك شفرات هذه الحرب؟ ابتداء ليس هناك قصفا عشوائيا. الكل يعرف أنه آلة المدمرة العسكرية الأمريكية تعتبر هي من أحدث أسلحة الدمار التي تصنعها الإدارة لجيش الأمريكي وكذلك الكيان الصهيوني. وبالتالي عملية الدمار هي عملية ممنهجة تستهدف بشكل مباشر الأبنية ومربعات سكنية محددة من أجل إزاحة غزة عن الخارطة وبالتالي تدفع بالسكان باتجاه رفح وباتجاه سيناء. أعتقد هذا القصف هو مقدمة لعمليات عسكرية طويلة أعلن عنها الجيش الأمريكي لكن هو يحاول أن يجد مساحات أمام الحجم الكبير للأبنية وكذلك الأعداد الكبيرة من السكان هو يحاول أن يضغط على أهالي غزة بمربعات محددة. عمليات القصف عمليات دقيقة وعمليات حرق يعني حرق منطقة بشكل كامل حتى يكون حتى تكون العملية البرية للجيش الكيان الصهيوني عملية نوعا ما مسيطر عليها أو توفر له بمقدار معين من الأمان من خلال إزاحة هذه المربعات السكانية. بالنسبة للعمل القسم الثاني من السؤال هو العمل السياسي حتى هذه اللحظة الأمم المتحدة فشلت باتخاذ قرار وقف اطلاق النار وإدخال المساعدات هناك دعوات استاذ حسين دعوات من الجمعية الأممية للهدنة الإنسانية إيقاف الحرب أو القصفة ممكن أن تجد طريقها؟ ابتداء كان هناك فشل للأمم المتحدة من خلال القانون أو القرارة أو القانون الذي حاولت أن تصدره الولايات المتحدة بإذخال يعني عدم وقف اطلاق النار جوبها برفض من دول مثل روسيا والصين بالتالي عجزت الأمم المتحدة ومجلس الأمن من إصدار قرار يوقف هذه الجرام طبعا بغطاء أمريكي وكذلك المجموعة الأوروبية انتقلت المخادثات أو مخاولات البحث عن الحلول السياسية من خلال الجمعية العامة وصدر قرار بالفعل ما قدمت المجموعة العربية وتم التصويت عليه بأغلبية المصوتين في نهاية المطاف هذه قرارات غير ملزمة مع إصرار الولايات المتحدة ويعني وما زالت ملتزمة الإدارة الأمريكية بهذه الجريمة وهي شريك أساسي بهذه الجريمة من خلال الضغط على الكثير من الدول وعدم السماح بتقديم مبادرات أو بحث عن حلول سلمية وكل ما تطرحه الولايات المتحدة والكيان الصيوني هو واضح محاولة تجريم يعني حماس وتجريم الفلسطينيين وبالتالي محاولة يعني تهجير قصري كل هذه تنتهك بشكل واضح الحق الفلسطينيين وكذلك انتهاك واضح لحقوق الإنسان وازدواجية واضحة من قبل الإدارة الأمريكية ومن يقف معهم الدول العربية ما زالت يعني من خلال البيانات ومن خلال بعض المواقف ما زالت خجولة لا تنسجم مع حجم المعانات وكل ما يعني كل ما كان كل ما تم تداوله من حديث حول تبادل للأسرة ومع عدم وقف اطلاق النار أعتقد أنه سوف تكون هذه يعني مبادرات غير منتجة بالمرة طيب ضرورة أن يكون هناك ابتداء وقف للعمليات العسكرية ومن ثم الحديث عن مبادرات سلام سيدة مارة من جانب الدعم الغربي الذي منح ضوال أخضر للكيان الصهيوني بالإيغال بالدم الفلسطيني ومن جانب آخر الفشل الأخير للقوات الصهيونية بالتوغل البري في قطاع غزة مقابل هذه الخطوات سنتوقع أن تلجأ إسرائيل لتكثيف قصفها على المدنيين الفلسطينيين في غزة على الأقل لرد الاعتبار باعتقادي أن الاحتلال الصهيوني الآن يستخدم مسألة الوقت بمعنى يتم استخدام إطالة الوقت من أجل استنزاف المقامة الفلسطينية بمعنى عندما كان يوم أمس إلى دخول الاجتياح البري تخرج طبعا كان يجس مغض المقامة الفلسطينية مدى مجاباتها مدى تصطيها مدى قوتها يوم أمس كان هناك بالفعل كان هناك مقاومة أيضا توغل وقبل أمس هناك توغل لأمثار عديدة باعتقاد أن الاحتلال معنى في هذه العمليات التدرج في عملية التوغل حتى بالفعل ينهك المقامة الفلسطينية وعمل على عملية استنزافية وبالتحديد أن عملية إطارة الوقت بالنسبة للقيان الصهيوني هو حتى هذه اللحظة الآلة الوحيدة حتى يتم بالفعل استنزاف المقامة الفلسطينية وليس في هذا فحسب بأنه أيضا يستخدم واقع الضرب على المدنيين الفلسطينيين حتى بالفعل أن يتم الضغط على المقامة الفلسطينية بأن تتنازل باعتقاد أن المقامة الفلسطينية حتى هذه اللحظة صابرة وصامدة ومرابطة يعني لن تتنازل رغم هذه الصعوبات والتحديات سواء كان بالمخاسر المدنية والبشرية وحتى على مستوى تطبيق المقامة الفلسطينية من أتافة الاتجاهات سواء كان الصواريخ على التل أبيب وعلى مناطق الأراضي المكتلة هذا إشارة حتى هذه اللحظة هناك صمود في بواقع المقامة الفلسطينية ولكن احتلال الصواريون أيضا يتعامل بطريقة خبيثة وهذه الطريقة الخبيثة هي تأتي فيه سياق ممنهج بمعنى عملية عدم دخول الاجتياح البري بشكل مباشر حتى لا يلحق الخسائر المشرية لكن سيدة مارة الاستمرار الصهيوني بقتل المدنيين الأخرى للمقاومة خاصة جبهة جنوب لبنان صحيح بالفعل استمرارية التطورات في قطاع غز أعتقد أن سوف تكون هناك تطورات في مناطق أخرى صحيح أن حتى هذه اللحظة أن حزب الله لم يتدخل وإيران لم تتدخل وبعض المناطق لكن هناك تم في مناوشات وأيضا في سياق يعني حوتيون رموا بعض الصواريخ على منطقة إيلات وعلى بعض المدمرات الأمريكية لها علاقة في هذا الصيف أيضا على مستوى الحجد الشعبي أو الكتائج الأخرى التي لها علاقة تحت القوى التي تحت إطار إيران أيضا ضربت بعض الواقع الأمريكية في العراق وهي كأنها أيضا في سوريا هناك قوة الردوان وقوة الجولان وحزب الله أيضا يضربون في واقع المناطق الفدودية بين حزب الله وإسرائيل لكن حتى هذه اللحظة الدخول المباشر من هذه الدول أو هذه القوة حتى هذه اللحظة في قطاع غز قد يكون هناك بالفعل تطور في منطقة الشرق الأوسط لكن كل هذه القوة وأيضا إيران هناك مخاطر محسوبة لدى هذه الدول وعملية عدم التدخل بشكل مباشر فون يعلمون تماما أن واقع هذه المعركة سوف تتحول إلى إقليمية وباعتقاد هذه الحرب الإقليمية الشاملة سوف تجز دعم العملية أن يأكل أخضر واليابس في هذه الحرب نظرا أن هذه الحرب سوف تكون متساوئ في القوة نظرا أن إسرائيل لديها قوة وإيران لديها قوة أيضا روسيا لديها قوة هناك تنافس دولي وإقليمي على منطقة الشرق الأوسط لذلك هذه القوة نظرا أن متساوئ في القوة العسكرية باعتقاد أن واقع الحسب العسكر لن يكون هناك حسب العسكري لذلك هذه الحرب إن حسب الإقليمية سوف تطول مدتها من خمس إلى عشر سنوات طبعا المتضرر الأكبر في هذه الضحية الكبرى هم الشعوب الدول العربية لذلك واقع حتى هذه اللحظة أن إيران نشير أنها حتى هذه اللحظة لم تضرب حتى على مستوى القوة الأخرى لكن في نهاية المطاف الكيان الصهيوني هو يريد أن يستفرد بكل بقعة لوحدها بمعنى يريد أن يستفرد بحماس حتى ينهيها ثم ينتقل إلى بقعة أخرى هذا ما يتدرج فيه الكيان الصهيون حتى فيما نعم البيت الأبيض يعلن أنه يحاول ثني إسرائيل عن الاقتحام البر لكنه في نفس الوقت تكون معلومات أنه من يخطط ومن خطط لعملية الاقتحام البر هذه الأخيرة مع مقابل وجود تحذيرات من الكثير من الأطراف بأن الاقتحام البر أو أي محاولة لتوسيع الصراع سوف يوجد أزمة حقيقية وكبيرة في المنطقة قد تمتد لسنوات ربما الجيش الأمريكي هو شريك أساسي بهذه الجرائم وهو يدير الحرب بشكل مباشر حتى أنه أرسل الحاملات الطائرات وأرسل ضباط في الجيش الأمريكي يعتقد أنه لديهم خبرة في حربهم في العراق في الموصل في تحرير الموصل وقد نسي أنه من حرر الموصل هم القوات العراقية وليس القوات الأمريكية في نهاية المطاف أرسل أيضا قوات خاصة كوماندوز أكثر من 2000 مقاتل قد يشتركون بعمليات اقتحام بري لغزة وتوسيع الصراع وتوسيع المواجهة قطعا ليس لمصلحة الإدارة الأمريكية لاحظنا هناك عمليات محددة يقوم بها محور المقاومة في لبنان الجبهة نوعا ما مشتعلة كذلك الفصائل المقاومة الإسلامية في العراق استهدفت بشكل ممنهج قواعد الأمريكية في عين الحرير وكذلك في التنف وفي سوريا وكذلك في أربيل الحرير وصورة عامة عمليات ممنهجة تقوم بها محور المقاومة وفصائل المقاومة الإسلامية في العراق بالتالي احتمالية أن تتوسع هذه المواجهات قطعا ليس من مصلحة الإدارة الأمريكية وهي عندما تقول أنها ليست يعني بصدد أن تفتح مواجهة مع إيران هو من أجل تهدئة الطرفين وأن لا تستفز إيران بمزيد من الجرائم التي ترتكب في غزة في نهاية المطاف لو استمرت الإدارة الأمريكية على هذه الطريقة وهذا المنهجية بدعم اللامحدود للكيان الصهيون قطعا سوف تتوسع هذه المواجهة بشكل حتمي وأظن أنه حتى هذه اللحظة لم تنخرط محور يعني بقية المحاور في يعني الفصائل في محور المقاومة وحتى هذه اللحظة ما زالت غزة صامدة وما زالت حماس وكذلك الفصائل اللي موجودة ما زالت لديها قدرة كبيرة على المقاومة وبالتالي الحديث عن توسع هذه الجبهات وانخراطها سابق لأوانا الشكر جزيلا لك أعضو شبكة الهدف للتحليل السياسي السيدة حسين كناني كنت ضيفا كريما شكرا لك سيدة مرأ أرجو أن تبقى معي ومع مشاهدنا الكرام نذهب سويا إلى ملفنا الآخر وأبرز ما فيه الاقتحام الجزيلي غزة اختبار الميدان مخيب للآمال الصهيونية ومراهنة بأرواح جنود الاحتلال اشتركوا في القناة 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 وبالتالي يعني هذا الموضوع هو يسمح إلى أن يجعل إلى أن العالم يبدو يتجه إلى الجانب أو التعاطف مع غزة لأنه عمليات الذبح للأطفال فقط لا توجد أي عمليات قتال كل اللي حدث كانت هناك عمليات خسائر كبيرة يعني حتى الجس النبضة اللي حدث البارحة من قبل قوات اسرائيلية في التغلغل والدخول إلى منطقة البريج شمال شرق غزة نعم كانت عملية فاشلة جدا والدليل لم يستطيع التقدم ولا متر واحد نعم طيب لكن سي صفاء يعني كل التحليلات الأمنية والعسكرية والستراتيجية والكثير من الأطراف الدولية والإقليمية كانت تحذر تل أبيب من هذه الخطوة لكن شن اللي صار وخلى اسرائيل تروح لهذا الخيار فعلا هناك تخبطات عسكرية من الكيان هو أولا هي العملية البرية مبدت يعني حتى نكون دقيقين بالكلام هو عملية جس نبض كما أخبرتك قبل قليل طبعا حتى على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية السخلين نكون واضحين جدا اسرائيل هي الابن المدلل والابن المدلل الذي هي صفات عالية جدا قياسا عن أخوته نعم فهي كانت الابن المدلل والدليل الأكبر حامل الطائرات بالعالم لنكون الموجودة في حماية إسرائيل زايدا بوارج زايدا طائرات من كل نسبة كبيرة من دول أوروبا على مستوى بريطانيا على مستوى ألمانيا على مستوى كل دول أوروبا هذا يعني ما سمح لإسرائيل أو للكيان الصهيوني باختراق غزة لأنه عارفين جيدا إلى أنه كتاب القسام والفصائل أو فصائل المقاومة وخاصة أتكلم على نقطة مهمة جدا وهي احتبار فصائل المقاومة جميعا بمحور واحد وسميه بمحور المقاومة الكل يعرف إلى أنه يعني قبل معارك غزة كانت هناك اختلافات في وجهة النظر ما بين فصائل المقاومة سنتكلم على مستوى حزب الله في لبنان وكانت على مستوى فصائل المقاومة المتواجدة في سوريا وكانت على مستوى فصائل المقاومة الموجودة في اليمن والعراق ولكن بعد أنه اعتبر اعتبرت كل فصائل المقاومة هي محور واحد إذن هناك اتفاق مبدئي كلي بكل فصائل المقاومة باعتبارها هي محور واحد أمام قتال إسرائيل إذن إسرائيل يجب أن تحسب لا تحسب حساب كتاب القسام أو حماس فقط وإنما يجب أن تحسب حساب الكل وهذا التخوف هو التخوف الأمريكي حقيقة هو اللي ما سمح لإسرائيل باختراك غزة وأجل عمليات الدخول لأنه عارف جيدا كل المصالح الأمريكية والمصالح البريطانية ومصالح أوروبا ومصالح الكيانس رهيوني في أي منطقة من مناطق الشرق الأوسط أو الدول العربية ستضرب نعم عود لك سيدة مارة أهلا بك مرة أخرى بالنسبة لنجاح حماس يوم أمس بقتل وأسر عدد كبير من القوة الإسرائيلية المقطاحمة لغزة هل يعني أن إسرائيل ستدخل مجبرة في مفاوضات؟ باعتقاد حتى هذه اللحظة لا توجد أي نوع من المفاوضات لكن هناك في طلب بعض الوفود الأمريكية من قبل الكيان السريوني وأيضا متواجدون الآن في القطر من أجل أن هناك تسوية لعملية ترسيخ فكة الأسرائيليون لكن حتى هذه اللحظة هناك شروط من قبل المقامة الفلسطينية من بين هذه الشروط التي تريدها المقامة الفلسطينية أولا أن يكون هناك تحرير كامل وشامل للأسرى الفلسطينيون من قبل المعتقلات الصهيونية وأيضا فك الحصار عن قطاع غزة سواء بكافة أشكال الحصار الذي يقوم به الآن الكيان الصهيوني وأيضا وقت إطلاق النور وأيضا أن يكون هناك بالفعل تهدي أشاملة طويلة الأمد لكن الاحتلال الصهيوني أو الكيان الصهيوني رفض هذه الشروط وهذا إشارة أن الاحتلال الصهيوني طلب أن يكون هناك فكة الرهائن الأسرى الإسرائيليون دون أن يكون هناك إعطاء ضمنات الفقامة الفلسطينية دون أن يكون يحقق أي من هذه الشروط باعتقاد أن الاحتلال الصهيوني لا يعنيه الأمر الإنساني لأسرى الإسرائيليون ويفرق بين الواقع الإنساني والواقع الأمني أو العسكري ويريد الآن أن ينفذ الأمني الواقع الأمني وأيضا أهداف الأمنية والعسكرية في قطاع غزة أما فيما يتعلق الواقع الإنساني الاحتلال الصنون دائم يتماشى في عقلية أمنية رغم أن هناك مظاهرات ضد نيتنياهو من أجل فكة الأسرى الإسرائيليون خصوصا إذا تسمحي لي سيدة مارا كيف ممكن للحكومة الإسرائيلية أن يتواجه ضغط أهالي هؤلاء الأسرى الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس أولا هناك بالفعل أن نيتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي يتنياهو الآن يعيش في حالة من المازأ أكثر من نقطة هناك يعيش في حالة من المازأ أولا أن حتى هذه اللحظة موقع الاشتياح البري الذي يؤجل هو المستوى السياسي المتمثل نيتنياهو رغم أن هناك موقف متناقضة هناك المستوى الأمني والعسكر المتمثل وزير الدفاع الإسرائيلي هو يريد الاشتياح البري لكن نيتنياهو يعلم تماما أن أي عملية في فشل الاجتياح البرى هذا يعني فشل في المستوى السياسي لنتنياهو بمعنى أن واقع الدخول بالاجتياح البرى وثم تم عملية إفشال هذا الواقع من قبل المقامة الفلسطينية هذا يعني فشل لنتنياهو هذا يعني سواء يكون تنحي منصبه عن كرسيه في منصب رئاسة الوزراء هذا يعني سواء يتهم إلى السجن لنتنياهو هو يريد أن يخرج ذاته من المحاكمات الفساء ومحاكمات الفضاء فضاء عفو لذلك نيتنياهو يعمل من أجله من أجل مصالحه ليس من أجل الأمن القومي أو فكر الرهاء من أسر الإسرائيليون لذلك الشارع الإسرائيلي يعلم هذا الأمر والتحديد أن استطلاعات الرأي من نسبة لنتنياهو أصبح هذا الآن 18 مقعدا مقابل أن ارتفعت أسهم جنة هذا إشارة أن واقع المستقبل إذا لم يفكر هذه الرهاء من أسر الإسرائيلي أعتقد أن هناك واقع منتفض ضد نيتنياهو بالتحديد في الشارع الإسرائيلي وبالتحديد في الأهالي الإسرائيليون هذا الإشارة أن واقع نيتنياهو بالفعل في مأذر سواء كان على الواقع السياسي أو سواء كان على الواقع الأمني والعسكري حتى هذه اللحظة للم يحسم أسكريا طواقع قطاع غزة نظرا أن المقاومة زالت موجودة وأيضا تصد هذه الآلة الإجرامية حتى على مستوى السياسة بعملية إقامة مفاوضات أو تسوية سياسية حتى هذه اللحظة لا يوجد أي نوع من التسوية نظرا أن هناك التعنت واضح تماما أن من قبل الاحتلال لا يريد أن يعطي أي امتيازات أو مكتسبات السياسية للمقاومة وأيضا هناك تصميم من قبل المقاومة الفلسطينية بتحقيق أهداف سياسية لنتعلم تماما أن ورقة الأسرى الإسرائيليم هي الورقة القوية الآن بيد المقاومة الفلسطينية لذلك الآن هناك في مواقع متشبثة وهذا شيء طبيعي حتى تصل إلى مرحلة نقطة التوافق والاتفاق بين الطرفين أعتقد أن هذه اللحظة نقطة التوافق بين الطرفين هي غير موجودة سيد صفاء هذه الورقة يمكن الوحيدة التي تمتلكها المقاومة الفلسطينية حماس أعلنت على لسان المتحدث باسم حماس أبو عبيدة بأن الفلسطينيين حاليا مستعدين لتسليم الأسرى الإسرائيليين مقابل إطلاق صراح كل الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل وعددهم كبير جدا يمكن أكثر من 5000 أسير طيب شلو راح ممكن تستثمر المقاومة ورقة الأسرى المتاحة لديها ومن جهة إسرائيل شلو راح تتعامل ويا قضية الأسرى أستاذ بشار أنت ذكرت إلى أنه هي الورقة الوحيدة الرابحة لا لا يعني يعني العفو أضيف على المعلومة إلى أنه يعني فصائل المقاومة الآن بقوة أكثر ويتماسك أكثر ويعني عرفت إسرائيل يعني أتكلم لك إلى تصريحات أبو عبيدة اللي هو الناطق الرسمي بسم حركة حماس يعني كان يتكلم بأريحية عالية وهو متأكد إلى أنه النصر سيكون مع المقاومة وسيكون هناك انسحاب ولا يسمح أو لا يمكن السلام مع إسرائيل إلا بينهاء وفق هذا الموضوع اللي ما بين فلسطين والكيان الصهيوني إذن إحنا يعني إذن المقاومة عفوا تملك يعني كثير من النقاط لصالحها وأهمها طبعا نقطة الأسرة وجنابك ذكرت الأسرة نعم عددهم ستة آلاف ولكن التعنت الإسرائيلي أو يعني روح الشعور بالوقية أو بشعور بأنه لا يسمح لهم بالتواصل مع فصال المقاومة أو المقايضة أو المساومة بهذه النقطة بالذات يعني ما تمت الصفقة ولكن الصفقة ستتم يعني إن شاءت إسرائيل أم أبت لا يمكن يعني يرضخ بالأخير النتنياهو لضغوطات أهالي هؤلاء الأسرة وذويهم وكذلك أحزاب المعارضة والداخل الإسرائيلي المنقسم حاليا هسهو مو بس يعني المعركة باستمر أستاذ بشار يعني أكو احتمال يزيد العدد إلى أكثر من ضعفين أو ثلاثة احنا ما نعرف يعني الآن ما نقدر نتوقع النتائج ولكن أي معركة تحدث هسه آخر معركة اللي هو شمال شرق المدينة البريج اللي هي بقطاع غزة كانت هناك يعني كان هناك قتلى إسرائيلي وكان الرد الإسرائيلي إنه نحن قتلنا عشر أشخاص أتصور الكل سمع البيان الفلسطيني من فصائل المقاومة من القسام إلى أنه كل اللي دخلوا كل اللي قاتلوا بالمعركة وكانوا أربع أشخاص ورجعوا سالمين ما نريد إحنا الإعلام يعني الإعلام بدأ ياخد مجراء ثاني ولكن إسرائيل الآن لديها كثير من الخيارات وأتصور هي يعني ستكون يعني أكثر مرينة خلال الفترة القادمة يعني خصوصا فشل هذه العملية سيد صفا إذا تسمح لي قاطعك فشل هذه العملية وإن كانت محدودة كما أعلنت إسرائيل أو كما أعلنت أنها مجرد لجس النبض هذا الفشل ممكن أن يبتح خطوط إضافية لأي حلول أخرى حلول سياسية مثلا أو اتفاقات دولية أستاذ بشار الأمور ده تسارع بشكل سريع يعني صحيح هي غير معلنة ولكن يعني مثلا لغاية الآن مشتركة فصائل المقاومة لا اللي هي في العراق ولا هي في اليمن ولا فيه ولا حزب الله ولا ولا فصائل المقاومة الموجودة في الشرية لكن بدت تضغط نوعاً ما حتى في العراق هذه النقطة اللي أريد أوصلها أنه هي ابتدأت بالضغوط الآن يعني ما معناها إلى أنه إسرائيل إن دخلت الحرب وإن اقتحمت غزة سيكون هناك مقاومة كبيرة وإنت تكلمت على أسرى إسرائيليين هم مو يعني هذا أجاوبك رسمياً حتى أجاوبك منطقياً إلى أن الأسرى سيضاعف عددهم لو دخلت إسرائيل بمعركة برية في قطة غزة القسام ليش طرحوا مبادرة تبادل الأسرى في هذا التوقيت ليش ما قالوا عليها بالبداية ممكن أكموا أشرات على هذا الموضوع يعني شون يقول بالبداية وهو كان بعده بأول خطوات يعني بالأسبوع الأول من المعركة وهو غير عارف إلى أنه ما الذي سيحدث يعني نتيجة الكمية الأسرى الإسرائيلي من الكيان الصهيوني اللي وصلوا وصلوا بأمان طبعاً الموضوع يعني موضوع عسكري أستاذ بشار هو مو المهم أنه لزم الأسير بقدر ما مهم أنه يعني يلجأ الأسير بمكان آمن حتى يأمن على عدم وصول إليه لأنه إحنا يعني أمام عدوه ولديه من المراقبة والدليل إلى أنه قطع الأنترنت في غزة ووقف كل الاتصالات ووقف كل الإمكانيات التواصل وهذا يأكد إلى أنه بدأ يفلس يعني حقيقة نتنياهو يعني ابتدأ بالإفلاس الآن لأنه لا يعرف ماذا الذي يعمل هو كان لديه تحذير كبير جداً وبالساعات الأولى من اليوم الأول قال سنقتحم غزة وسنبيد غزة أو نبيد فصائل أو حركة حماس وفصائل القسام ولكن لم يستطع لغاية الآن هذا الموضوع أصبح يعني نتكلم بعد بكرة اليوم الثلاثة وعشرين من بدء المعركة ولغاية الآن كل عمليات الفوز الرسمياً أنا أتكلم من وجهة النظر العسكرية هي لصالح فصائل المقاومة طيب سيدة أمارة إسرائيل بعد هذه التجربة الفاشلة أو التجربة التي قللت من أهميتها بعد أن أعلنت أنه اجتياح بري وراءها قالت لا عملية محدودة الأهداف وفشلت هذه العملية بعدها إسرائيل راح تشيل خيار الاجتياح البري من قاموسها لو ممكن تجازف بيها مجازفة أخرى باعتقادي أن الاحتلال الصهيوني ذو العقلية الأمنية العسكرية باعتقادي سوف يستمر في عملية الدخول صحيح أنه فشل يوم أمس في عملية الدخول نتيجة أنه مازالت حتى هذه اللحظة اللحظة تقاوم وتجابه وحتى هذه اللحظة هناك ضرب الصواريخ حتى وصلت تل أبيب ومناطق أخرى في المناطق الشمالية المحتلة وهذا إشارة أنه مازال بحوزة المقامة الفلسطينية عدد من البضائر وعدد من الصواريخ ولديها أيضا بعض المفاجآت ليس بعض المفاجآت هناك عدد الضخم من المفاجآت التي سوف يستخدمها باعتقادي أن الاحتلال الصهيوني كما أشرت لك هي تتماشى مع قطة عملية القطة في التماشي في واقع مخاططات الإسرائيلية فيها وهي عملية التوضل المحدود ثم يخرج ثم يدخل ثم يخرج واقع عملية استنزاف المقاومة الفلسطينية هذه الخطة التي تعتمد في سياق الخطط الخبيثة للكيان الصهيوني بمعنى هو جس النبض إذا شعر هناك في مقاومة سوف يبتعد إذا تمت في مقاومة آخر في الدخول أيضا في سياق إذا شعر هناك مواجهة ثم يبتعد أما في سياق ما يتم عمليته في عملية المحاولة أعتقد أنه سوف يحاول نظرا أن واقع قطع الاتصالات والإنترنت كانت بشكل متعمد وبشكل مقصود حتى لا يظهر في العالم الخارجي أن يكون هناك بالفعل فشل الاجتياح البر لذلك سوف يعاود الدخول حتى ينجح لذا هناك تصميم من قبل العقيدة العسكرية في واقع الكيان الصهيوني في عملية الدخول باعتقاد أن الواقع الإسرائيل الآن هو يمهد في هذه المراحل الدخول الاجتياح البر من خلال الآن استخدام آلة القصد الجوي واستخدام أيضا تعميق الأزمة الإنسانية طيب لكن سيدة مارة إذا لم ينجح هذا هذه الستراتيجية الإسرائيلية باستنفاذ مقاومات حركة حماس وقدراتها ممكن أن تقوم إسرائيل بترتيب صفوفة من جديد أو استعمال أوراق أخرى ممكن أن يكون هناك دور لواشنطن أكبر عسكري ميداني أيضاً الذي يقوم في قطاع غزة هم قوات النخبة الأمريكية وليس الإسرائيليون إذا تحدثنا بكل واقعية أن إسرائيل في اليوم الأول من السابع من أكتوبر شعر هذا الجيش بحالة من الانهزامية شعر بحالة من اليأس وأضعر أمام مقامة بيئة المقامة الفلسطينية في السابع من أكتوبر لذلك الكيان الولايات المتحدة الأمريكية عززت بيئة دعم اللوجستي والنقبوي وأيضاً العسكري والعتاد السلاحي والطائرات وكل ما ذلك من عجل دفع وعطاء نوع من التعزيز لجيش الدفاع الإسرائيلي لذلك يوم أمس كان هناك خمسة آلاق من الجنود الولايات المتحدة الأمريكية كان هم الذين حاولوا الاشتياح البر لذلك لم يستطيعوا لكن هذا إشارة أن هناك في عمري التعزيز من الواقع الأمريكي على الدفع نحو الاشتياح البر طبعاً هناك في أكثر من هدف للولايات المتحدة الأمريكية وأيضاً هناك الدول الغربين بينها فرنسا، بريطانيا أو ألمانيا هم يريدون قطاع غزة مفرغاً من المقامة الفلسطينية مفرغاً من المواطنين المدنيين الفلسطينيين هم يريدون غاز غزة هم لا يريدون المواطن ولا يريدون قطاع غزة أصلاً هم يريدون غاز غزة لماذا يريدون غاز غزة؟ لأن أصبح الآن أوروبا في وضع خطير جداً نظراً أن الغاز الروسي نتيجة الحرب الأوكرانية أصبح هناك تقليل في هذا الواقع اكتشفوا غاز غزة من قبل الشركة الإيطالية بـ 2010 هناك ثلاثة حقول في قبالة قطاع غزة ما يريدونها الآن هو هذا الغاز لكن المقامة الفلسطينية أشارت لإسرائيل أن هذا الغاز غز فلسطيني لن تستطيع استخراجه إلا بعملية أهداف سياسية واقتصادية للمقامة الفلسطينية لذلك كان الهدف هو يريدون الكيان الصهيون القضاء على المقامة الفلسطينية هذا هو السبب الأساس السبب الأساس هو غاز غزة أريد أبقى معك سيد صفاء بنقطة الأوراق القوة التي تمتلكها حماس وكما ذكرت سيدة تمارة أنه قصف ليلة البارحة وفجر اليوم كان أغلبية متفجرات اهتزازية كما ذكرت أو متفجرات هدامة هل استعمال إسرائيل لهذه المتفجرات وهذا القصف المكثف هو من أجل تهديم ما أسفل غزة من أنفاق التي تعتمد علي حماس بشكل كبير إلى أي درجة ممكن أن تستثمر حماس هذه استراتيجية بالأنفاق لتمنع الصهينة من التوغل البري حس أولا يعني حماس أكثر يعني أكثر جهة وكتاب القسام أكثر جهة تعلم ما هي أرضها يعني أهل مكة أدرى بشعابها هذه نقطة النقطة الأهم إلى أن إسرائيل بدأت تتخبط هذه كلها ترى يعني سياسات حقيقة آفهة وأنت تجي تضرب حي أو تضرب مستشفى المعمداني مثلاً أو مستشفى البشائر في مستشفى ثانية حسب الإدعاة الإسرائيلية أنه تحت هذه المستشفى هناك مقر لقادة حماس طبعاً يعني هذه تبريرات حقيقة غير منطقية لا هي عسكرية ولا ولكن يحاول الإسرائيليون اليهود إلى أنه يؤثروا كثيراً على موضوع حماس والعمل على أن يكون هناك يعني تسليم إلى الأسرى لغرض التوقف عن قصف عوائل المقاتلين هو يتكلم ويضرب أطفال ونساء كما أخبرتك قبل قليل هذه نقطة النقطة الأهم من هذا هو إلى أنه بالسلاح الموجود لدى حماس حقيقة ترى لغاية اليوم إحنا ما شفنا يعني كل ما شفنا إحنا شفنا بلعدة خفيفة وشفنا سلاح متوسط عندهم ترسلت صواريخ أمطروا إسرائيل بآلاف الصواريخ زائداً الصواريخ اللي أمطروا بها إسرائيل إذن إحنا ما دخلنا لغاية الآن على الخط وهذا النقطة المهمة لأنه هناك محور كما أخبرتك قبل قليل إلى أنه محور المقاومة التحد فيما بينه وبالتالي هذا المحور يملك كل شيء يعني يملك من السلاح ما يستطيع أن يملكه يعني يعني يتكلم على مستوى حجب الله يتكلم على كل فصائل المقاومة الموجودة هي لديها من السلاح الحقيقي ولهذا يعني إسرائيل الآن تحاول تحاول أن تضغط على حماس أكثر وتضغط على غزة أكثر لغرض إنهاء هذا الموقف ترى يعني 7 أكتوبر هو يوم تاريخ أو يوم مشؤوم في حياة نتنياهو يحاول أن يخرج من هذا المأزق بأي شكل من الأشكال الشكر جزي لكم الخبير العسكري سيد صفال عسام كنت ضيفا كريما والشكر جزي لكم الباحثة بشأن السياسية سيدة مارا حداد كنت ضيفا كريما مباشرة برسكايب من فلسطين والشكر موصول لكم مشاهدينا إلى هنا وصلنا وياكم وظيفنا لكارم إلى ختم هذا الحصاد وإلى اللقاء في حصاد آخر ترجمة نانسي قنقر